ربما حققت فوزاً بالمركز الأولي في الانتخابات النيابية إلا أنك فقط تصديقاً مهماً مثل تركيا ذلك ما علق به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس مخاطباً مارك روت رئيس الوزراء الهولندي بعد فوز حزبه حزب الشعبي للحرية والديمقراطية بالانتخابات العامة فوزاً رغم أهميته للحزب الحاكم في هولندا إلا أنه لا يشير بحال إلى انتصار قيم الانغلاق وتطرف بل قد يكون العكس هو الصحيح فالناخب الهولندي كما يقول المراقبون اختار أخف الشرين وأهون الضررين لأن خصم مارك روت في الانتخابات كان خيرت فلتز الذي كان برنامجه الانتخابي بالمجمل منصباً على العداء للإسلام وإغلاق البلاد في وجه المهاجرين وبهذا تبدو سلسلة المناكفات الدبلوماسية التي قامت بها هولندا مؤخراً لعرقلة لقاءات المسؤولين الأتراك مع الجالية التركية لدعم الاستفتاء الدستوري في البلاد مجرد ورقة انتخابية أراد من خلالها الحزب الحاكم أن يقول أنه لا يقل شعبوية عن خصمه اليميني المتطرف أحلاه ما مر هذا هو حال الناخب الأوروبي وهو يصوط لأحزاب يمين الوسط هارباً من اليمين المتطرف الذي شجعه وصول ترامب إلى الرئاسة في الولايات المتحدة على الحلم بالوصول للسلطة وفي انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات القادمة في فرنسا وألمانيا لمعرفة إن كانت أوروبا ستحافظ على ما تبقى لها من قيم التسامح والانفتاح لأوريانت نيوز سارة ليلى إسطنبول ترجمة نانسي قنقر